أهلا بحضراتكم من جديد في فقرتنا الأسبوعية اللي كلنا بنستناها لقاءنا مع العالم الجليل الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والنهاردة الكلام عن حاجة مهمة جدا على الجانب الديني والإنساني كمان كلنا من وإحنا صغيرين بنحفظ أول حاجة بنحفظها بعد الفتحة صورة الإخلاص أو صورة قولها الله أحد تاني آية مباشرة فيها الله الصمد في ناس كتير أوي حفظة كلنا حفظين تقريبا الصورة لكن محدش وقف عند معنى الصمد اللي هي صورة الإخلاص اللي هي بتعادل سلس القرآن في قيمتها وبركتها فإحنا النهاردة هنتكلم مع فضيلة العلامة الجليل اللي منورنا في الستوديو وبرحب به دكتور أحمد أهلا بك معنا أهلا ومرحبا بكم وأدام الله بكم والنفع منورنا دايما دكتورنا الفاضل بارك الله قضاء حوائج الناس ومعنى كلمة ومعنى اسم الله العظيم الصمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبعه دا وبعد فأحسنت الاختيار أولا فيما تعلق باسم الله سبحانه وتعالى الصمد الذي تقصده الخلائق لقضاء حوائجه ويمكن من ميزة الأديان السماوية وعلى وجه الخصوص الإسلام أجعل الإنسان يرتبط بالله عز وجل يعني عندنا نحن المسلمين في القرآن الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم دي صورة يونس ولها نظير في صورة الأنعام إذا دعوت فضع الله وإذا استعنت فاستعم بالله والله سبحانه وتعالى من أسمائه اللطيف فهو يوفر للخلائق مقومات الحياة الله سبحانه وتعالى جعل من بعض عباده من يقضون مصالح الناس فيتخلقون بهذا الاسم العظيم الصمض فاعلم أن من أقام نفسه في مصالح الناس في قضاء حوائق الناس فهو قد تخلق باسم الله سبحانه وتعالى الصمض والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث جامع من فرج عن مؤمن كرب من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سطر مسلما سطره الله عز وجل أذكر واقعة في تاريخنا الإسلام المشرف أن الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه كان في داره فسمع رجلا ينشد بيتين في لوعة وكرب هذا الرجل قال وهو في شوارع المدينة ألا موت يباع فأشتريه فإن هذا العيش لا خير فيه رحم المهي من نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه يعني رجل كأنه يريد الموت أعز حد يتصدق عليه بالموت فخرج الإمام الحسين رضي الله عنه مسرعا إليه وإستمع إلى شكواه ويعني قضى له حاجة قال الراوي فظل الإمام الحسين رضي الله عنه أياما يبكي فقيل له يا إمام أنت ما سبب في مشكلته بل إنك قضيت حاجة قال أخشى أن تصيبني دعوة الرجل إما بنقرأ يعني أخي الحبيب وثبتك الله في القرآن في آي عديد مثلا إطعام الطعام الله في صورة الإنسان تحدث عن بيت عظيم من بيوت المسلمين بيت الإمام علي مع أنه ما كانش سري لا هذا الإمام علي كان يشتغل بالدلو يأتي به بالماء من الحياض ومن الآبار ويرفعه إلى الحقول على تمرات الإمام علي رضي الله عنه أرضاه وستنا فاطمة الزهراء عليه رضي الله انظر إلى هذا البيت العظيم ويعيشون على الشظف وعلى الحياة القاسية الله زكاهم ويطعمون الطعام على حبه يعني هم محتاجين الطعام مش من عندهم سروات مش فائض نعم طعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نطرة والصور والله يفتع عليك يعني مش شرط إن أنا أكون معايا فائض للإطعام أو لمساعدة الناس ده بالعكس على حبه بالعكس آه شوف جنبك أستاذ يوسف عبدين ربنا يبارك فيك إما تجد نموذج الأنصار يعني في صورة الحشر خلت بالحضرتك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص خصاص يعني حاجة وشدة شدة الحاجة كمانا ما يتعللش يقول لك بقى إيه ما في تعليم خاطئة وما فيهم مغلط سيقول لك إيه اللي عايزوا البيت محرم على الجامعة لا يا حبيب لا 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 ده أنت تنتخل إلى الإصار فشو بقى حضرتك الأنصار لما هاجر المهاجرون من مكة وما حولها تركوا عقارة في مكة سيولة مالية قليلة أو لا توجد كما نعلم في السيرة النبوية فاعرضوا عليه الأنصار قالوا هذه ضياعنا هذه أرضنا هذا نخلنا شاطرون فيه بل قالوا أنت يعني أعزب ما عندك امرأة ولا زوجة ولا عندك مهر أنا عندي أكثر من زوجة سأطلق واحدة منه إنه وبعد العدة التزوج لكن صراحة المهاجرون أيضا كانوا على عفة خطب الحضرتك قالوا بارك الله في نخيلكم بارك الله في زرعكم بارك الله في نسائكم وأهلكم فقد دلونا على السوق أيها التربية النبوية أيها دي الله ينور عليك فالمهاجرون اتسموا بالعفة والأنصار بالإيثار فكونوا أعظم نموذج في قضاء حوائج الناس وفي إن الإنسان يرضى إنما يأتي الشيطان إلى الإنسان يوعز له عدم الرضى أقول لك بصراحة أنت عارف مشكلة الناس أيها عدم الرضى أنا بقول لك أتحملها عدم الرضى شوف سيدي بشكل عيال أنا مش هضيع وقتك ولا وقت مشاهدي لا زيه أنا عاصرت حرب 67 وكنا في شظف العيش كنا طلاب في الأزهر الشريف وكانت البلد فيها أزمات صبو نو سكر كل دا كان موقوف خدت بال حضرتك يعني أزمات لا نتحملها بس الحقيقة كان ساعدها الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله والله العظيم كان يستعد للسنزاف وغيره الشعب كان في رضى صدقني كان في رضى وما كانش فيه تبرم ولا ضيق لأن فيه ناس عفواً بتوعز للناس عدم الرضى يا أخي ننظر إلى أجدادنا وإلى أبائنا عاشوا إزاي وستحملوا إزاي يعني أنا عشت في الريف المصري على العيش البتاو على الجبنة على الكشكة على المخلل أنا بكلمك جاد ورب نفسي الأزهر الشريف على شظف الآن بفضل الله يا ربنا بس على فأنا بس أقول لساتك إيه نقضي حوائج الناس ونرضى يعني قضاء حوائج ونرضى اللي اتنين مكملين بعض أحسنت إذن أنا مش شرط يبقى معايا كتير عشان أقضي حاجة غيري وفي نفس الوقت برضو هو مش لازم غيري يطلب ممكن يبقى محتاجه وما يطلبش لا تلجئه إلى هذا يعني جنابك شوف مثلا من حكم سيدي ابن عطاء الله السكنداري تشرفنا وطبعا في شرع الصلاح السالم كان من كبار الصوفية فبيقول بقى أعجزت أنت تصدق في يومك برغيف فتكتب عند الله من المتصدقين أعجزت في يومك أن تقول تسبيح لله فتكتب عند الله في دوان المسبحين رغيف ونفس الوصية سابقنا بها كان من؟ سيد المسيح عليه السلام عليه السلام طبعا كان يحس الناس على إطعام إطعام الطعام وأنا بركز عليه لأنه برضو ما تيجي آية تانية أو آيات تانية في صورة البلد في بواكر ما أنزم من القرآن الكريم فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة لعقبة يوم القيامة اللي تحول بين الناس بين سفح بقى الجنة طب نعد العقبة دي ازاي العقبة الكؤون سهل فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم زي مزخبة يتيما أو مزكينا كما قالت الآيات برضو هقولك على شيء مش مسألة بني قدم بس سيدي المسلمون السابقون في صدر الإسلام كانوا ينفرون الحب على أسطح المنازل لإطعام الطائر حتى سيدنا عمرو بن عبد العزيز رضي الله عنه إما كان فيه فائط في بيت المال فوجه الخازن أو العامل على بيت المال أو الحافظ أو قال له قال له طيب زوج العزاب قال تزوجه فيه فائط قال له اخذ دينا المديونين قال قضينا فيه فائط قال له طيب ما لم يحج خليه حج قال له طيب اعمل بيوت للعجزة عمل قال له برضو فيه فائد يا أمر المؤمنين قال أنصر الحب على رؤوس الجبال وعلى أسطح المنازل حتى لا يجوع طائر في بلاد محمد يا الله طيب قضاء الحاجة هو لازم يكون بشيء مادي يعني هل أنا أقضي حاجة أنا ما عنديش وعايز أفك قرب جاري أو زميلي في الشغل يعني الناس كلها أي واحد ما فيش حد بيستغنى عن الحاجة يعني ممكن لنا بنحتاج مش لازم أكون محتاج فلوس مش لازم أكون محتاج ممكن أكون محتاج مساعدة في الشغل المفهوم الأوسع لمسألة قضاء الحاجة القضاء الحاجة أحسنت يتسح شوف للشيء المحسوس والشيء المعنوي كما تفضل يعني مثلا إنسان فيه هيئة أو مؤسسة مثلا حكومية وجاهه إنسان مكروب ومدايج وعايز يقضي مصلحته أنا مش بقول يخالف القانون أو يخالف اللوائح لكن يغلب روح الرحمة على حرفية اللوائح ما يجيش بيقول له الختمة ده النسخ الودن بتاعته الشمال مش بينة أنا بتكلم ما فيه بعضهم فيه بعض الناس عبدالروتين ساميك لا يعني يسر يعني مثلا إجراءات التقاعد المعاش مش عارف إيه بتحتاج المعاش الكبيرة دي بالذات آه يعني ترفق بيه قتبها لحضرتك وبعدين ينجز وينوى القربة لله شوف ليه؟ ليه بقى الله كنوف في عون العبد ما كان العبده في عون أخي يعني هقول لحضرتك برضو شيء أنا مش بقوله آه أنا عايز أتفضل آه تفاخرا أنا في عمل الأكاديمي في الجامعة بيأتيني باحثين وبعدين بيكون يريد يختار موضوع ومتردد ومحتار أو إجلس وأبشره وأسعده وأعمله الخطة احتسابا احتسابا وأرجحاله وأبشره وليه هنا ده كله يدخل في قضاء حوار أنا فاضل معادي يأتين بس عايز أسمع من حضرتك الحديث اللي هو أنا يعني سمعته وعارفه وأتمنى الناس كلها تعرفه إن لله عبادا أخطصهم الله عايز أختم بالحديث ده بمعناه علشان ده يبقى دستور عند كل واحد اختصهم الله إيه بقضاء حوائج الناس يعني الإنسان ربنا بيختاره بقى آه مش أي واحد ينال المرتبة لا أصل الرحمة دي ده بقى من عند الله طيب ما هؤلاء الناس على منابر من نور يوم القيامة على منابر من نور شوف حضرتك ينكرب عظيم آه يتعام الجائح إكساء العاري قضاء الدين طيب نفرد لا يجد الكلمة الطيبة كلمة الطيبة أهو شوال رسالة السلام يقوله تصدق وإلا فبكلمة طيبة نحن نريد نريد إن شاء الله وإحنا مجتمعنا بخير والخير اللي جاي أكبر بإذن الله إن شاء الله لأن هذه البلاد لن تجوع ولا تعرى ولن تعطش والله العظيم إن شاء الله لن لا سيد بقى آخر سطر مصر محفوظة بحفظ الله لأنها ما أهانت نبي وما قتل على أرضها ولي بل هي كل الأنبياء كان يقولها هنا يكرموا والأولياء من العراق ومن المغرب كما تفضلت وآل البيت والحاضنة لهم مصر الآمنة إن شاء الله بإذن الله إلى يوم القيامة إن شاء الله إذن إن لله عبادا اختصهم الله حوائج الناس نعم يغبطهم ملائكة ولا أنبياء وليك الأمنون يوم القامة ويغبطهم الله النبيون يعني تخيل أن الأنبياء يغبطون الذين كانوا يغبطون حوائج الناس احتسابا يعني فضل ما بعده فضل أنك تقضي حاجة إنسان وبغض النظر عن دينه ملأ ملهاش علاقة سيدنا عمر بن الخطاب شوف فرض ليهودي مسن راتب في بيت المسلمين فيعني الموضوع واضح وصريح قضاء حوائج الناس بالمساعدة المادية بالنصير المعنوية بالفلوس بالتيسير بتسهيل كل موظف في مكان لو يسرت على متعامل عندك بنية قضاء الحاجة وبنية أن ربنا يسهلها لك ربنا هيبارك فيك وفي بيتك وفي أولادك وبالتالي المجتمع كله يعيش في أمن وسلام وتكاتف وجبر خواطر وقضاء الحاجة وكلنا عند ربنا يكون مرضى عننا إن شاء الله أحسن علمنا الجليل وموفق دايما شرف لي أنا والله النهاردة الله يبارك فيك شكرا لك شكرا لك أنا بشكر حضرك جدا الدكتور أحمد الكريمة أستاذ الفقه المقارن بجمعة الأزهر أعتقد أن دا يعني مشاهدينا أفضل حاجة ممكن نختم بها حلقة النهاردة قضاء حوائج الناس شيء عظيم بيحسدنا عليه الأنبياء حليتنا انتهى التصباح على خير إلى اللقاء